بسم الله أبو الإبناء والروح القدس إلى واحد أمين حسب البرنامج العام لأبونا عبد المسيح والخدام النهاردة هنتأمل في التذبح بتاعة أشعية وطبعا التذبح هذه مرتبطة بالخلاص بروح النبوة ويقال في ذلك اليوم هو إلهنا انتظرنا فخلصنا هذا هو الرب انتظرنا نبتأج ونفرح بخلاصنا وبرضو المزمور النهاردة في الصبح برضو في مزمور الإنجيل أحمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع عجائبه أفرح وأبتهد بك أرنم لإسمك العلي طبعا كانت غاية أشعية الكشف عن إنجيل الخلاص البشرية كلها تتمتع بهذا الخلاص علشان يتحقق هذا الهدف علشان البشرية وصلت لمرحلة من الضياع خطية وربنا بعد نوح علشان يخلق البشرية جديدة برضو البشرية فشلت وحتى شعب الله المختار اللي اختاره على أن يكون نور للعالم وسطوه كله انجزب للخطية في برضو في أشياء بيقول إيه لقد أصاب المرض في أشياء واحد أصاب المرض الرأس الملك والرؤساء وكل القيادات كما أصاب القلب اللي هو الكهنة والقيادات وكل بقية الجسم اللي هو الشعب فكل نهاردة كان لازم يحصل خلاص طيب الخلاص اللي جاء للعالم لا يعتمد على مصادر خارجية مرات كتيرة احنا بقولك أنا فرحان فرحان العالم يعتمد بالمصدر الخارجي أنا جبت عربية أنا ولدي نجح في الامتحان أنا جانعي جديد بفرح الفرحة دي بتكون فرحة مؤقتة لكن مش فرحة دائمة في القلب فالفرح اللي كان في العالم كله عبارة عن فرح مؤقت غير سابت لكن الفرح الحقيقي اللي أدوني النهاردة كلنا بنفرح بفترة الخمسين هتشعروا بفرح داخلي وسلام داخلي بانتصار الرب يسوع المسيح على آخر عدو لنا وكون العدو الموت طبعا الفرح ده فرح روحي مرتبط بالغير منظور النهاردة إحنا بنقول أن المسيح قام بالحقيقة قد قام خرستوس عنيستي أليسوس عنيستي إحنا ويكونفيرم على أن فعلا المسيح قام الفرح ده اللي هو فرح الروح مع فرح القلب بالقيامة طب هنسأل طب إزاي نحصل على الفرح الدائم الحقيقي لا يمكن نستمر بفرح القيامة لأن مين اللي أقمنا من الخطيئة الرب يسوع المسيح لكن استمرارية استمرارية هذا الفرح لازم نكون مرتبطين بشخص المسيح النهاردة في أمثلة حلوة جدا كانت ذكرت في العهد الجديد زكة كان غني وكل الأموال عنده مش عارش بالسعادة أصر أني لازم يرى يسوع أصر أن يرى يسوع أول لما يرى رسوع حصل الكلمة الجميلة اللي قالها الرب يسوع في لوقت 19 اليوم حصل خلاص لهذا البيت الوزير الحبشي بتاع كينتاكيا كان ماشي بيتكلمه في لوبوس عن المسيح المنتظر لأنه صفر أشياء كان بيقرب صفر أشياء قال لنا بكلمك به فقال له ماذا يمنع الآن الآن ينزل لجرن المعمودية ويتعمد لأنه كان عنده اشتياقات ليشعر بهذا الخلاص برضو طبعا عارفين في يوم الخمسين الخلاص اللي حصل لكل الخمسمية مكدمعين بحلول الروح القدس طيب الفرح زي ما قلنا مرتبط بالعلاقة بالرب يسوع بس فيه فرح من نوع تاني اللي هو فرح التوبة أجمل حاجة الواحد كلنا لما بيقعد ويقدم توبة عندها باعترافه بيطلق مهلل ليه لأنه فرح فرح بأنه خلص من العارفين لما سيدنا البابا تودروس كان بيتكلم على ارفع الحجر هي نفس الحكاية كلنا فينا حجر بيمنع أن نحن نشوف نور القيامة فاللي بيحصل الواحد لما بيدخل وياخد التوبة والاعتراف وتحل من أبونا بيشعر بأنه هو فعلا نرى نور القيامة لأنه قام من الخطيئة بعدها في فرح تاني اللي هو فرح المشاركة فرحة مشاركة لأن الرب يسعى المسيح قل لك كنت عيانا كنت مريدا كنت زورتومني كنت مسجونا كنت جعان أو ايتموني وكنت اسمي ده عدشان يبقى فرح الإنسان لما نقدم خدمة لأخوه أو يسأل على أخوه أو يزور مريض أو يفتقد إنسان ده فرح فرح داخلي الفرح ده لأن أنا أفرح الروح القدس فالروح القدس بين دين الفرح الحقيقي بعدين طبعا من أجمل الأفراح طبعا فرح الانتماء للأب الروحي التلمزة بتدي فرح التلمزة أنا بشوف من أبويا أو من بشوف من إرشاد أبويا إزاي أنا عيش الفرح الحقيقي إن أنا أنتصر على الخطيئة فالنهاردة التلمزة بتدي فرح النهاردة يقول لك أنا نهاردة عادت مع أبي أداني كلمات حلوة مريحتني وأداني إرشادي يبقى فرح الأب الروحي قديس يوحنى الرسول اسمه ده قديس يوحنى الحبيب بيقول إيه أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أنا نفسك ناجحاً ده اللي هو يوحنى الحبيب بيكلم إلى تلميذ غابيوس يبقى فرح الأبوة فيه فرح تاني إحنا تكلمنا على فرح الخلاص والاستبات في الفرح فيه فرح تاني اللي هو الفرح الباطل طبعاً دايماً عدو الخير بيدينا الفرح اللي هو زي ما بنقول دايماً بنشبه الخطيئة بعباد بتاع الشوكولاتة أول لما نزوب الطعم بتاع الشوكولاتة نلاها مرة ده فرح الخطيئة الشيطان بيدينا استعداد إن إحنا هدينا كل حاجة هنفرحنا بكل حاجة بس بالعكس الشيطان بيكبنا وبدخلنا في قبر الخطيئة قبر الخطيئة بيبقى انبصلنا من مصدر نور القيامة دي أول حاجة بعدين تاني أكبر حاجة بتأدي إلى عدم الفرح اللي هو اسمي ده ضعف الإيمان ضعف المحبة انت عارفين الأب فرح بابنه الصغير لما رجع الأب الكتير الأب الكبير ما كانش عادمه إزاي إنه هو يقبله يبقى أكبر حاجة بتكسر الروح القدس إن أنا يكونش عندي محبة لأخويا أو شماتة اللي حصلت حاجة لأخويا أو ما بأخفرش لأخويا دي بتكسر فرح الروح القدس اللي في قلوبنا بعد كده طبعا الفرح اللي هو الإنسان الماديات أنا أخذت أنا جبت أنا عندي أنا عندي أنا عندي أنا عندي سليمان الحكيم كلنا نعرف سليمان الحكيم كلنا نعرف كل اللي أخذوا سليمان الحكيم يجي يقول في آخر حاجة في سفر الجامعة يقول مهما اشتهيت عيني لم أمنحها وجدت أن ذلك كل باطل وقبض الريح يبقى النهاردة فرح القيامة اللي شافوا أشعيها بالنبوة وشافوا داود بالنبوة إنه إحنا نشوف نور القيامة الفرح ده فرح الخلاص فرح التخلص من عبدية الشيطان فرح عربون الملكوت لأن كلنا رجعنا إيه رجعنا نوصل عنده عشان كده الرب يسوع لما انتجلقات مع التلازين يريه يريهم جراحاته وريهم أنا هو نفسه أنا هو نفسه الجسد الممجد وأفراح الجسد الممجد يبقى النهاردة إحنا الكنيسة أكتر فترة الكنيسة تمنع السيام تمنع المطنيات ويستمر الجوي فولتيون في فترة الأربعين وبعد كده العاشرة أيام لعيد الحلول للروح القدس الكنيسة بتقولك افرح الفرح الحقيقي الفرح الحقيقي اللي هو أخذنا الخلاص السبات في المسيح السبات في إنجيل المسيح السبات في سفر الأخرستية السبات في التوبة والاعتراف اللي هو كل مكدوك اشتركوا في القناة